ألف رئيس مجلس النواب نبيه بر الدستور اللبناني وقفز على صالحيات رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون فقبيل أيام من انقضاء العقد العادي للمجلس النيابي في 31 من أيار استبق رئيس المجلس النيابي فتح رئيس الجمهورية عقدا استثنائيا فأرجأ جلسة 29 من أيار إلى الخامس من حزيران وبجدول الأعمال نفسه تعيين بري جلسة خارج التشريع خطوة استفزت التيار الوطني الحر وإن حاول نوابه تجنب توتير الأجواء مع الرئيس بري يعني ما فيه ندع على جلسة على دورة ما انفتحت يعني بالشكل هون صار فيه ليش هيدا الاستباب نعم بدون انساء الرئيس بري ولو هو بنية على فكرة أنه حاكم على رئيس الجمهورية وحاكم على رئيس الحكومة متوقع أنه تنفتح الدورة السنائية ولكن بالشكل كانت تتأجر جلسة 29 المادة الثالثة والثلاثون من الدستور واضحة لجهة إعطاء رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة صلاحية دعوة مجلس النواب إلى عقود استثنائية إذا ما طلبت ذلك الأكثارية المطلقة وهو ما لم يفعله الرئيس عون حتى اللحظة وبالتالي هل يحق لرئيس المجلس الدعوة إلى جلسة بعد انتهاء العقد العادي؟ بعتقد بخلال هذه الفترة بظل الاتصالات السياسية المكسفة ما بين كل الأطراف ما بعتقد فيه حدا عم يوقف عن شكليات معينة اليوم في هذا الوقت بالذات اللحنا عم نحكي فيه أنا المعلومات اللي عندي بتقول أنه فيه تنسيق على أعلى مستوى للوصول إلى حل وعن عقاد جلسة بس اللي بهمه في الدستور في الدستور اللبناني لا يمكن أن تنعك الجلسة في شهر حزيران إلا إذا رئيس الجمهورية دع إليها بالتوافق مع رئيس الحكومة أو بناء على دعوة أغلبية المطلقة يعني جلسة الخامس من حزيران باطلة دستورية؟ الجلسة الخامس من حزيران لم تحصل بعد ولا يمكن أن تحصل إلا إذا قام رئيس الجمهورية بفتح دعوة استثنائية وعطفا على الدستور فإن المادة الواحدة والثلاثين منه تقول إن كل اجتماع يعقده المجلس في غير موعيده القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا قانونا دارين دعبوس قناة الجديد